اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين وقد خلصت جلسات المنتدى إلى ضرورة بناء المؤسسات الوطنية ووضع خطط فعالة لتطويرها إضافة إلى ضمان تمويل المشروعات ذات العلاقة بالمناخ مع وجوب التزام الجهات المعنية بتنفيذها بما يتماشى مع تلبية الاحتياجات وتوفير حلول شمولية لابد أن ندمن هناك مشروعات تمويلية ضويلة المدى تعمل على رفع قدرات تمويلية والتنفيذية لمشروعات تتعامل مع المناخ وأن يكون هناك التزام من كل جهات المعنية بما يساعد على زيادة وتعظيم التمويل لمشروعات التي من شأنها أن يتم تنفيذها بما يتعاطى ويتماشى مع تلبية الاحتياجات وتوفير الحلول الشمولية المتكاملة بتريقة شاملة وأيضا تلبية احتياجات المجتمعات لا سيما فئات الأطفال والنساء وأيضا دور منظمات المجتمع المدني التي تلعب دور المركزين في هذا السياق على مدار يومين تواصلت فعاليات منتدى أسوال للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الثالثة الذي جاء برعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط مناقشات لأهم التحديات التي تواجه القرى الإفريقية ووضع حلول لها حيث جاءت أجندة المنتدى في يومه الأخير بعدد من الجلسات التي ناقشت التحديات الإفريقية والتي جاء على رأسها الأمن الغذائي وتمويل المشروعات لمواجهة المخاطر المتتالية بالإضافة للاستعداد لبلورة الحلول المطروحة وعرضها في قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ نحن حريصين على انعقاد هذا المنتدى بشكل دوري باعتباره منصة للحوار بين كبار مسؤولين شفنا عدد من الوزر الأفرقى موجودين ومعهم ممثلي منظمات غير حكومية مراكز أبحاث ممثلي شباب المرأة مجموعة من المفكرين الكل يجتمع ليناقش قضايا وتحديات أساسية بتواجهها الدول الأفريقية منعشات سرية جدا تمت في نسخة السلسة لمنتدى أسوان وكان فيه إشادة بها من جميع المشاركين وهي بدأت بكلمة للسيد رئيس الجمهورية فتح السيسي الذي وضع أهم التحديات وأهم القضايا التي ستنوى لها المنتدى هذا العام وأيضا السيدة الوزير سامح شكري وزير خارجية مصر وكانت بتركز على أهمية بناء قدرات الدول الأفريقية تداعيات تغير المناخ على تحقيق السلم والتنمية كان التحدي الأبرز في نقاشات هذه النسخة حيث ناقش الخبراء علاقة تغير المناخ بالنزوح والحفاظ على السلام في إفريقيا بالإضافة للاهتمام بمنطقة البحر الأحمر لتحقيق السلم والتنمية الاقتصادية بها المهم هذا العام أننا نحاول أن نربط أجندات متعددة ومنها إيجاد حلول متطورة نواجه بها تغير المناخ في الدول التي تحدثنا عنها وهذا ما سيتم مناقشته في مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ الجلسة كانت عن التطوير والسلام والتنقل عبر البحر الأحمر وكيف نرى المطورين والشركاء يكتمعون مع بعضهم البعض من أجل السلام والأمان في المنطقة بالنسبة للبحر الأحمر وهجرة الكثير من الأفريق وذلك بسبب تأثير المناخ فلا بد من إيجاد حلول دائمة الأمن الغذائي وتداعيات تغير المناخ ومحاربة الإرهاب ودور المرأة والشباب كلها موضوعات كانت على أجندة أولويات النسخة الثالثة من منتدى أسوال السلام والتنمية المستدامين ليخرج المنتدى بتوصيات يتم العمل على تنفيذها وسط متابعة مصرية للدفع بأجندة العمل الإفريقي إلى الأمام محمود جميل التلفزيون المصري